تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شيخ الكريم يقول السائل هذا في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اشرحوا لي هذا الحديث وأيضا النزول هذا يا شيخ هل هو نزول حقيقي؟ نعم هو نزول حقيقي لكن يليق بجلال الله سبحانه الله على كل شيء قدير هو خالق السماوات والأرض خالق العرش هو قادر على كل شيء ولا يقاس نزوله بنزول المخلوق وإنما هو نزول الخالق سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه فنثبت النزول وحديثه صحيح وثابت بل ثابت برواية كثيرة وعده بعض العلماء من الأمور القطعية ثبوته قطعي متواتر عند بعض العلماء فالنزول الإله ثابت وهو الإيمان به من الإيمان بالعقيدة فنؤمن بنزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ونقول هو نزول يليق بجلال الله وليس كنزولنا من محل إلى محل كما يتوهمه بعض الجهال بل نقول هذا خاص بالله هو من جملة أفعاله سبحانه وتعالى نعم اشتركوا في القناة